طرق مجنونة لولادة الحيوانات البحرية الجزء الأخير نبدأ بسلطعون الجزيرة الأحمر اللي كل سنة تنغلق الطرقات بسبب خروز السلطعونات من الغابات للساحل اللي كي يبيضوا يخرجوا بأعداد هائلة أكثر من 50 مليون سلطعون يغطوا الشوارع مع بعض وهنا يبدأوا الإناث بوضع البيض بهذه الطريقة هز وبعدها يفقص البيض ويغطوا صغار المكان كله قبل دخولهم إلى الماء ونروح للحبار ذو العين السوداء اللي تبيض وتحمل بيضها معها لكل مكان هذا البيض ترى شايلته وبتضل شايلة 3000 بيضة معها لمدة 9 أشهر تحميهم حتى تضع البيضة هكذا وتنتهي مهمتها تترك أطفالها يدبروا حالهم بالحياة وننهي بسمكة شمس المحيط اللي فيها شيء غريب جدا لما تفقص البيضة يكون حجم الصغار صغير جدا بحجم الأنامل شوفوهم بالصورة لكن هالسمكة هي أكثر مخلوق حجمه بتغير بالحياة بتصير أفقل وأكبر سمكة على وجه الأرض وبيوصل طولها للثلاث أمتار تخيلوا